موسيقى أهلا بكم مصر تواصل دورها لدعم مصار التفاوض ودعم الأمن والاستقرار في ليبيا وصولا إلى الحل السياسي الذي يضع حلولا للأزمات الأمنية المستمرة في ليبيا منذ عشر سنوات هناك محادثات هامة جدا تجري في مدينة الغردقة المصرية بوفود أمنية وعسكرية تجمع الأطراف المتصارعة في ليبيا من أجل الوصول إلى حلول وتهدئة للأوضاع وتثبيت لوقف إطلاق النار الأمم المتحدة أصدرت بيان أشادت فيه بهذا الدور المصري وقالت إنها تأمل بالفعل للوصول إلى حلول إيجابية وحلول دائمة ومستمرة للأزمة في ليبيا نتحدث عن هذا الموضوع والأفاق المأمولة من هذا الاجتماع في الغردقة مع ضيفنا في هذه الحلقة دكتور محمد سيد أحمد الكاتب والمحلل السياسي أهلا بك دكتور محمد نتوقف مشاهدينا مع بعض المعلومات عن هذه الاجتماعات وعن الأزمة الليبية ونعود بعدها لنفتح النقاش ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة أهلا بكم من جديد دكتور محمد حدثنا أكثر عن هذه الاجتماعات في الغردقة ما هو الجديد فيها والبالفعل كما أشهدت الأمم المتحدة يعني هي أحدثت اختراقا إيجابيا في هذه الأزمة أنا أعتقد أن الدور المصري دور مهم جدا في الأزمة الليبية ويعني بالفعل مصر هي المحرك الرئيسي دلوقتي والأساسي بعد أن كانت مصر يعني خارج المشهد التفوضي فأصبحت مصر دلوقتي صاحبة المبادرة منذ يعني جاءت منذ شهرين حين استدعت يعني الرئيس البرلمان عقيلة صالح ويعني خليفة حفتر قائد الجيش الوطني وبالفعل حتى كان ساعتها الكلام كله على أنه ده طرف واحد الجديد أن الطرف الآخر يأتي الآن إلى طاولة المفاوضات وبالتالي ده تقدم كبير أن مصر تجمع الطرفين يعني طرفين نزاع اللي موجودين إلى جانب ده مصر كمان بتدعم فكرة المصالحة الوطنية يعني البحث عن حلل الأزمة يعني بين الأطراف المتنزعة وأيضا فكرة المصالحة الوطنية بين كل أطياف الشعب الليبي وده يعني مصر في يعني أعلن عن هذه المبادرة في منتصف أكتوبر القادم سيعقد مؤتمر في القاهرة للمصالحة الوطنية شاملة بكل الأطراف حتى الأطراف المستبعدة الآن يعني رؤوس القبائل والعائلات الكبرى وحتى بما فيهم أنصار الجماهيرية ينادى الآن بيعني المطالبة بعقد مصالحة معهم وبالتالي يبقى كل الأطراف لأن ده كان طرف يعني مغفل ويعني بيتم تجاهله وبنتحدث فقط على الأطراف الكبرى الرئيسية لكن ده طرف أيضا مهم ورئيسي لدرجة أنه فيه الناس بتنادي بلابد من أنه الحديث مع سيف الإسلام القزافي وأنصار الجماهيرية باعتبرهم طرف رئيسي على الأرض موجودين يعني ما تقدرش تخصمهم طبعا طالما بنتكلم على مصالحة وطنية المصالحة الوطنية شيء وحل الأزمة على المستوى السياسي شيء تاني أو على الأقل هنا يتم ضمان أنه هذا التوافق يصل بالحلول الموضوعة إلى بر الأمان طيب هذه الاجتماعات ده طابع أمني وعسكري طبعا هناك يعني فرق بين الطابع الأمني والعسكري في هذه المناقشات يعني طبعا يعني الطابع الأمني معروف أنه بيعتمد أكثر على المعلومات بيعتمد أكثر على الخبرات اللي موجودة لدى القيادات الأمنية لكن خلينا نكلم بقى الجانب العسكري مهم جدا في المفاوضات دي ليه لأنه إحنا طول الوقت تعارفين أنه من يحسم المعارك على المستوى الميداني يحسم الأمر على طاولة المفاوضات ودي مسألة معلومة يعني مسألة مهمة جدا طب إحنا دلوقت كنا طول الوقت بنتكلم على طرف واحد بس على المستوى العسكري لكن دلوقت على المستوى العسكري فيه طرفين بس خد بالك أنه فيه طرف عنده جيش وطرف آخر عنده ميليشيات مسلحة هل الطرف الآخر لديه القدرة على السيطرة وخاصة أنه يعني طبعا الأمم المتحدة تسمن دور مصر لأن بالفعل دور مصر لا بد أن يسمن لأن مصر وقفت وتقف لحل الأزمة دون أي مصالح فقط هو يعني الحفاظ على الأمن القوم المصري والأمن القوم الليبي بيعتبره جزء من الأمن القوم العربي وده شيء مهم جدا وده دور مصر التاريخي لكن اللي مهم بقى واللي احنا بنتكلم فيه أنه الأسبوع الماضي يوم الثلاثة اللي فات لو تتذكر يا حضرتك خرج الأمين العام للأمم المتحدة وقال كلام غريب جدا قال أنه الميليشيات المسلحة لن تسمح بحل الأزمة السياسية دون أن يدين هذه الميليشيات المسلحة ودون أن يدين تركيا التي تطاقب وقال أنه الميليشيات المسلحة بتقول أنها لن تقبل بالإضرار بمصالحها يعني أي اتفاق سياسي مش هتقبل به إذا كان بيدرر بمصالحها يعني هنا بقى ده بيطرح سؤال كبير أنه هل ما يتم الآن في مصر وفي الغرداء الآن هل ده يعني التنصيق الأمني والتنصيق العسكري يمكن أن يعني يبقى في مواجهة الميليشيات المسلحة لأنه من أحد أهداف هذه الاجتماعات القضاء على الميليشيات ونزع السلاح عشان نعمل ده إذا كان الطرف الآخر مدعوم وإحنا عارفين بقى أنه مدعوم من الداخل بس كويس إن إحنا بننزع عنه شرعية الداخل لأنه طبعا إحنا عارفين أن حكومة الوفاق يعني كانت وحكومة السراج كانت يعني بتدعم هذه الميليشيات لكن لما ننزع عنها هذا الغطاء ويبقى دلوقتي بالطرفين عايزين يواجهوا هذه الميليشيات يبقى ده كلام مهم جدا ولابد من أن ده يوجه أيضا لمن يقف خلف الميليشيات وهي تركيا وبالتالي الميليشيات دي لابد من وحدة وطنية ويعني تنصيق عسكري ما بين الشرق وما بين الغرب حتى هذه طيب بس أنا هنا عندي سؤالين السؤال الأول متعلق بالملاذ الآمن لهذه الميليشيات نعلم أنه حينما طاردت القوات السورية الميليشيات السورية؟ القوات السورية طاردت الميليشيات في الأراضي السورية وطهارتها أنه جزء كبير منهم نقلتهم تركيا إلى ليبيا وكانت هي الملاذ البديل طيب ماذا سيكون مصير هؤلاء لأنه هذا يضمن نجاح أو فشل ما التركي النهاردة فتح هو التركي يعني ما هو التركي ومن خلفه الأمريكي يعني عشان بس تبقى الأمور واضحة التركي هو يعني آداء يتم استخدامه بوسطة الأمريكي هو فتح يعني هو فتح دلوقتي جبهات أخرى يعني أزبرجان وأرمينيا دي بوابات وجبهة جديدة يمكن نخل الإرهابيين إليها وبالتالي يعني زي ما نقل الإرهابيين أو لما اشتد عليه الحصار قوي في سوريا نقل الإرهابيين وأنا أعتقد أنه الجبهة الجديدة اللي بتتفتح دي أعتقد دي يعني الرسالة من التركي أو هي مواجهة ما بين التركي والروسي في محاولة للتأثير على دور الروسي في سوريا لأنه إحنا عارفين أن دلوقتي حانت معركة إدلب يعني الوضع كله في ظل قرب الانتخابات الأمريكية وفي ظل الأوضاع التشتت التركي في أكتر من مكان ودعمه أو وجوده في ليبيا دلوقتي ده بيسهل المعركة أو بدء معركة تحرير إدلب وطبعا إحنا عارفين أن الإيراني والسوري معا يعني يسعوا الآن لهذه المعركة بس لازم يبقى الحليف الروسي معاهم فهو التركي بيعتقد أنه لما يفتح جبلت أزبرجان مع أرمينيا بيحجم دور الروسي عشان ما يشاركش في معركة تحرير إدلب فالملفات دلوقتي كلها متشابكة واللي معتقد أنه أن المسألة سهلة لا المسألة فيها صعوبة بس خلينا نقول أن الأمم المتحدة على الرغم مما تقوله في تناقض في التصريح صحيح بس أنا قبل أن نذهب إلى الأمم المتحدة حدثت عن الدور الأمريكي لأنه ما يجري في الأزمة الليبية متعلق بشكل كبير جدا بالضغط الأمريكي على الجانب التركي طبعا طيب هل الضغط الأمريكي واضح في اتجاه يعني استقرار ليبيا الآن وتحجيم الدور التركي أم أنه ما زلنا أمام مساومات لا طبعا المساومات موجودة بس هو الأمريكي يريد أن يعبر ونحن عارفين أن التهدئة في كل الملفات الخارجية في السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية في اللحظة الراهنة هو لابد من تبريد كل الملفات يعني تبريد ملفات الشرق الأوسط الملف السوري الملف اليمني الملف الليبي الملف العراقي عشان الانتخابات لتعبر أو لنعبر المرحلة الانتخابية يعني نعبر لشهر فبراير أول ما نوصل لفبراير 21 يبقى وتتسلم سلطة جديدة أو تبقى في ولاية جديدة وحسم ملف الانتخابات الأمريكية هنا الإدارة الأمريكية تعود لتسخين الملفات التي تم تبريدها لكن من مصلحة الأمريكي دي الوقت في اللحظة دي إنه هو مين اللي أعطى يعني تركيا دوق الأخضر على أنه تتوسف لا ومين اللي أعطى أصلا يعني السراج إنه يقول إنه حير حال وإنه ماشي آه ما هذه النقطة التانية أنا قلت حالك إنه عندي سؤالين يعني كلام الراجل متناقض إلى جانب حتى اللي هو السراج السراج يعني كلام السراج مثلا قبل أسبوعين ثلاثة كان يتحدث عن حين ظهرت مبادرة نزع السلاح يقول لك أعطى أوامره لنزع السلاح إنت هو أنت تملك إن تنزع السلاح من الميليشيات المسلحة لكن لا ما من شك أنه الموقف فيما يتعلق بالسراج مختلف الآن وهو الآن حينما يعني يجتمع الطرفان لأول مرة هذا اختراق جيد هل هذا بدفع أمريكي؟ هل هذه بموافقة أمريكية؟ هل إنه هذا الموقف فيه تراجع أم إنه موقف نهائي؟ لا هو يعني أنا لا أصق بصراحة في المواقف الأمريكية يعني بمعنى إيه؟ بمعنى أن الأمريكي يجيد لعبة الكر والفر وبالتالي الأمريكي لا يمكن أن يترك كعكة فيها مصلحة على المستوى الدولي وما يحطش إيده فيه باعتباره قوة هو القوة العظمة وهو يعني كان قبل سنوات قليلة كان هو يعني القطب الأوحد في العالم الآن هناك من يصارعه وبالتالي ستظلت المتحدة الأمريكية يعني تريد أن تفرد هيمناتها وسيطرتها إلى جانب أنها لها مصلحة لها مصلحة بمعنى إيه؟ بمعنى أنه إحنا عارفين أن ليبيا تعوم على بحيرة نفط وبالتالي يعني النفط الليبي مهم بالنسبة لكل أطراف النزاع الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تريد تبريد هذا الملف وأعتقد أنها هي التي أعطت إشارة البدء للصراج لكي يتصرف كما يتصرف الآن وأعتقد أنه التصراج ليس حرا في يعني ما عندوش حرية رفاهية أنه يأخذ القرارات مستقلة وبالتالي يعني الذي كان يحركه التركي ألا يستطيع أن يحركه لأمريكي طبعا الأمريكي هو الأصيل في هذه الأحرب نعم يعني نفهم من كلام حديثي أنه الفرصة الآن مواتية وقد لا تكون هذه الفرصة مواتية بعد الانتخابات الأمريكية فعلينا أن الناس مغلاء طبعا المدال اللي بتعمله مصر يعني ما تفعله هو يعني أنا بشوف أنه الإدارة المصرية بقيادة رئيس عفو التحسيسي بتدير هذا الملف ببراعة شديدة يعني بمعنى إيه؟ بمعنى أنها قادرة تدير هذا الملف بشكل مختلف حتى عن باقي الملفات الأخرى الساخنة في المنطقة وخاصة أن إحنا طرف أصيل ومباشر لأن إحنا معنا حدود يعني أنت بتتكلمي على أمن قومي يعني بعيد شوية صحيح صحيح حدود طويلة مشتركة مشتركة وبتتكلمي على ضرر مباشر يمكن أن يصيب مصر جراء ما يحدث بالداخل اللي عشان كده مصر تريد ومصر يمكن تقريبا الدولة الوحيدة اللي ملهاش أي أطماع فيما يتعلق بهذا الملف لأنه كل الأطراف الدولية والإقليمية التي تدخلت في هذا الملف لها مصالح إلا مصر طيب دور الأمم المتحدة لأنها قلت أنه هو فيه تناقض يعني وكان واضحا وربما استقالة المبعوثة السابق لأنه عجز عن تنفيذ مهمته هناك مبعوثة جديدة أو قائمة بالأعمال وهناك اجتماع مرتقب في جناب في شهر أكتوبر القادم أولا وضح لنا شكل التناقض وهل اختلفت الأمور الآن مع الضغط الأمريكي هو ده يعني أنا بقول أنه المنظمات الدولية ليست بريئة بمعنى إيه؟ بمعنى أن المنظمات الدولية تخضع للضغوط الدول العظمى بمعنى أنه الولايات المتحدة الأمريكية لازالت هي القوة الأكبر في العالم التي تستطيع أن تؤثر بقراراتها وبضغوطها على هذه المنظمات وبالتالي قد تكون فلتت من الولايات المتحدة الأمريكية قدرتها على السيطرة على مجلس الأمن لكن لازالت قدرتها في ساحات الأمم المتحدة لازالت موجودة ولازالت قدرت تأثيرها في الأمم المتحدة ما زالت موجودة على عكس مجلس الأمن لأنه أنت عارف الفيتو يقدر بيوقف أي حاجة حتى لو بصوت والدليل على كده أنه على مدار العشر سنوات الماضية وخلينا نتكلم على من بدءا من 2013 لما حاولت عبر الباب السابع أنها تختارق وتعمل غزو عسكري لسوريا لم تستطع لأن الفيتو الروسي والصيني كانت طوال الوقت جاهزا مش كده وبس ده الفرنسي دلوقتي فيما يخص الملاب في الليبي عندنا كمان الفرنسي لأن لهم مصالح مباشرة وبالتالي أنت عندك تقريبا ثلاثة فيتو يقدروا يقفوا طول الوقت لإبطال أي تحرك للولايات المتحدة الأمريكية داخل مجلس الأمن لكن داخل الأمم المتحدة بقى الوضع مختلف هو بيتضغط عليه وأنا أعتقد أنه الأمين العام للأمم المتحدة ما يقدرش يخرج يقول هذه التصريحات ما قدرش يهاجم تركيا ما أنا قلتلك تكلم على الوضع في ليبيا وتكلم أنه لا يمكن إنجاز حل سياسي في ظل وجود الميليشيات المسلحة اللغة الدبلوماسية المعتادة يعني لا فيها إشارة إلى طرف ما يعني إحنا عارفين إنه يمكنك يعني طب ما هو ساعات بتطلع أو يعني تطلع تصريحات في بعض القضايا الأخرى إحنا عارفين إن المنظمات الدولية تكيل بأكثر من مكيان يعني فيما يخص مثلا القضية الفلسطينية هل يستطيع إنه بيتكلم بحرية هل يستطيع أن يدين العضو الصهيوني لا يستطيع أن يدين وبالتالي طوال الوقت في موازنات يعني هذه مرتبطة بمن يقف خلف هذا الملف يعني الأمريكي يقف داعما للتركي فعشان كده ما بيقدرش أو ما بتقدرش المنظمات الدولية على رصها الأمم المتحدة إنها تدين التركي بشكل صريح لأن التركي بيلعب دور لصالح الولايات المتحدة الأمريكية طيب يعني المبعوثة الأمريكية التي تصر الولايات المتحدة هذه المرة هي ستيفني ويليمز هل لها نواية ما أو تنفذ أجندة ما أمريكية يعني لما نقول أن المشروع بالأساس المشروع في ليبيا بالأساس هو جزء من مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد وأن ليبيا دي لازم تقسم ليبيا دي جزء من مشروع التقسيم والتفتيت ليبيا دي لابد أن يكون فيها شوكا في حلق السياسات الرأسمالية الغربية وعلى رصها السياسات الأمريكية زي ما كان معمر القذافي شوكا لا يستطيعوا السيطرة عليها وبالتالي بعد التخلص من معمر القذافي أصبحت لازال المشروع قائم يعني إذا كان الجيش المصري خلينا نقول صراحة كده إذا كان الجيش المصري العظيم والجيش العربي السوري العظيم أن الجيشين دول اللي هم جيشين الجمهورية العربية المتحدة أبطلوا مشروع الشرق الأوسط الجديد يعني هم اللي أعطلوا المشروع سمود سوريا وسمود ويعني انتباه الجيش المصري ليه ما يحاك من مخطط كبير للتقسيم والتفتيت فدخل على الخط وقطح بالجماعة الإرهابية من المشهد اللي هي كانت بتستخدم كل الجماعات الإرهابية أنت شايفها فهي دي اللي كانت موجودة فالقطحة بيها وتصدر المشهد أو إن الجيش المصري يتصدر المشهد ويبطل مفعول مشروع الشرق الأوسط الكبير أو جديد ده لا يعني إن المشروع انتهى صحيح والدليل على كده إن المشروع لازالوا بيحاولوا في سوريا لازالوا بيحاولوا في العراق لازالوا بيحاولوا في لبنان لازالوا بيحاولوا في اليمن لازالوا بيحاولوا في ليبيا والمشروع يمكن أن يمتد لأماكن أخرى لكن خلينا نقول إنه المبعوثة الأمريكية الآن حين تذهب إلى ليبيا أكيد عندها أجندة صاحب المشروع الأصلي اللي هو الأمريكي الأمريكي اللي هو إيه اللي بيرى إنه دي كعكة لابد إنه ياخد النصيب الأكبر فيه طيب إحنا ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من بيروت الأستاذ ردوان الفيتوري المحلل السياسي الليبي أستاذ ردوان زخم كبير يحيط الآن بالملف الليبي سواء اجتماعات الغردقة هناك أيضا المصار الألماني هناك اجتماعات جينيف المرتقبة ما الذي تتوقعونه كليبيين من اجتماعات الغردقة والذي يمكن أن تضيفه لهذه المسارات طبعا الاجتماعات العسكرية التي تجرى الآن برعاية الشريفة مطر هي تكملة للاجتماعات السابقة كان عندنا حوالي 18 اجتماعات في القاهرة وأيضا تحصلوا المناسبة هي الأنوان الأخيرة بدل من أن التوفيد الشيش الليبي الشيش الليبي سيدت بمؤحد كما ترى مشهد إنما هذه الاجتماعات لضمط باقي أضباط مدينة لأننا تحفظوا بأججيش عموما رأينا بعدما استفقوا كل الأمور وجاء منصف القاهرة الأعلى للفوات الكل حين هنا تدخلت منشعياتهم الماليشية وأصف وأصف ذات كل شيء نحن نتوقع أن يكون الذين في الطرف الآخر المفارضون أن يكون لهم صلاحيات التوطيع قرارهم ملك أنفسهم لكن للأسف منشعياتهم تركيا منشعياتهم ترادس وهم الكل يعرف أهلا ترادس منشعياتها تركيا منشعياتها الدكان تركيا خلاصة العبارة يا سيدتي تركيا حريثة كل الحد على عدم إغلاق الملك الليبي على استمرار هذه الصوضة الأحيانية الأكثر طيب لهذا التحديات كبيرة التي تواجه المسار الأمني والعسكري فيما يتعلق بالأزمة الليبية هناك الميليشيات المسلحة ذات الانتماءات المختلفة هناك التواجد التركي فبرأيك كيف يمكن وجهة هذا التحدي لأن تحدي الميليشيات من التحديات المستمرة معنا في هذا الملف منذ بدء الصراع في ليبيا فهل هناك برأيك يعني بداية انفراجة لحل هذه الأزمة الآن سيدتي أولا بالنسبة للمجتمع الدولي من يعول على المجتمع الدولي قد حضر النساء لأن هذا المجتمع الدولي مجتمع مراوغ بالإمتياج لو يريد تحل الغازة اللي إيها لأن حلها من الشهور الأولى وقمت تتكلي سنوات وشنوات وقمت يرى هذا الأطماني بأكثر من سنتين وقوة وقوة محفظة وقوة حاجة النقطة اجتماعات الاجتماعات العدقية التي ترجى تجرى في الغربقة تختلف تماما عن اجتماعات الخيانة التي تجرى في المغرب التي تجرى في المغرب مجموعة لا يمثلون الشعب الميلي إطلاقا بل هم إخوان مسلمين يجبسون مع البدمان الشرعي لتقاسب المناصب لا أكثر ولا أكثر ولا أكثر ولا يمثلون وليس عندهم فترة على تحريك حجر في ترادس طيب أنا أستاذ المعور على العسكريين المعور على التحرك العسكري ولا يمثل الماليشيات هو الجيش العهدي الليبي أشكر حليك شكرا جزيلا أستاذ ردوان الفيتوري المحلل السياسي الليبي من بيروت أشار أستاذ ردوان إلى مصار بوزنيقة في المغرب ومن الوضع هو يتهم المجتمعون هناك بأن هذا العمل هو عمل خيانة للجانب الليبي وأن هي محصصة يعني للسلطات في ليبيا تعليق حضرتك على هذا أنا أتفق معا إلى حد كبير أنه ده يعني جزء من المفاوضات السياسية بشكل عام مفاوضات من أجل يعني الفوز بكعكة فيما يتعلق بتقسيم السلطة فيما يتعلق بتقسيم الغنائم ليبيا أصبحت يعني الملف الليبي ملف تم تدويله بالفعل وبالتالي أنا بشوف أنه مهم جدا ما يحدث الآن لكن هل ما يحدث الآن من الجانب المصري يحل الأزمة الليبية يعني خلينا متفائلين قوي لأنه الأزمة أكبر من المجتمعين يعني الأطراف التي تجمعهم مصري الآن الأزمة أكبر منهم يعني الكلمة يعني لهم انتماءات إقليمية يعني القرار ليس بيدهم ليس القرار بيدهم وبالتالي خلينا أكثر شفافية وأكثر وضوحا بأنه مصر بتحلحل هذا الملف لكن حسم هذا الملف مرتبط بقوة دولية كبيرة في يعني حتى أكبر من التركي يعني يعني ضيفك الأستاذ ردوان بيتكلم على أن التركي التركي لا فيما هو أكبر من التركي يعني من يحرك من يحرك التركي وبالتالي المسألة أعقد من ذلك بكثير والمسألة لن تحل بين عشية وضحاها قرروا أنها قرروا يعني الغرب وقوات الناتو التي يعني أسقطت أسقطت يعني البطل الشهيد معمر القذافي دول الذين يعني جاءوا لي يعني يتكالبوا على الدولة الوطنية الليبية وعلى صروات الشعب الليبي دول مش مجوش يلعبوا ولو حضراتك تشوفي أنه بمجرد ما عطل الجيش الوطني الليبي عطل فكرة النفط وبمجرد ما رئيس عفتاح السيسي قال أنه الجفرة أنه هو هو إيه الجفرة والمشاهدي يبقى فهم إيه الهدف من الجفرة سيرت الجفرة هم هي المثلث النفط أو الهلال النفطي وبالتالي دول المنطقتين دول هم دول المستهدف أصلا أو جزء من المستهدف وراء تقسيم وتفتيت الليبي أو الصراع داخل الليبي بمجرد ما التعطل إنتاج النفط الدنيا دربكت وابتدوا بقى يبقى فيه كلام حوالين حتى فكرة الحاسم خذي بقى لحضرتك أنه ماهو الجيش الوطني الليبي من شهر أربعة 2019 تحرك لتحرير لماذا أوقفوه يعني في قوة دولية فوق هي اللي أوقفت ده لأنه كان قاربة خليفة حفتر بجيش على دخول إلى تارابوس أيوة وعلى حسم المعركة وهنا تدخلت تركيا بشكل مباشر لأنه القوة الدولية لا تريد حسم هذه المسألة ولا حل الأزمة الليبية حذرت تحدثت عن الجنب الغربي أوروبا والاتحاد الأوروبي طرف فاعل في هذه الأزمة ومنهم من يتضرر بشكل مباشر مثل فرنسا وإيطاليا الجديد أنه مصلحة إيطاليا كانت متضربة مع فرنسا دلوقتي بفضل بردك مصر وبفضل التدخل المصري ابتدى يبقى فيه تقارب والتقارب ده يعني يحل جزء من المشكلة أو الأزمة المعقدة في الملف اللي هو مدول بالأساس أنه فيه ناس أو فيه الأزمة في شرق خذي بالك الأزمة مش مرتبطة بليبيا بس هو دخول التركي في المنطقة شرق المتوسط تضرر بالجميع وإحنا عارفين إن فيه صراع على الغاز يعني خلينا نبقى الكلام واضح كده الصراع على الغاز ده فيه أطراف أخرى كبرى حتى فوق الأطراف الإقليمية والأطراف اللي ليها مصالح مباشرة زي فرنسا وإيطان اللي هم اللي هم جنوب يعني جنوب أوروبا اللي هم شمال المتشاطئين معهم شمال المتواصط ده دول متشاطئين معنا دول عندهم إشكاليات بأي مشكلة تحدث في المنطقة دي بس خذي بقى لحضرتك بقى وده المهم جدا أنه في قوى أكبر الأمريكي والروسي والصيني يتصارعون على الغاز ده هل هذا هو ما يعطل دول الاتحاد الأوروبي عن الوصول لقرار موحد ضد تركيا يعني هل هناك انتماءات مختلفة لدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تمنعهم من اتخاذ قرار موحد لأنه نعلم أيضا أنه نظام التصويت هناك معقد مثلما هو بحق الفيت في المجلس الأمريكي خلينا بس نبقى أكثر وضوحا هم دول دول الاتحاد الأوروبي يعني للأسف مش مستقلين في قراراتهم زي ما الناس فاكرة وأن دي قوة تقدر احنا كنا بنأمل أن الاتحاد الأوروبي على بعضه يبقى قوة أو قد بجديد في العالم يوقف حتى قبل ما تنهض روسيا من جديد وقبل ما تظهر الصين كقوة يعني على المستوى الدولي كنا بنعشم حين تشكل الاتحاد الأوروبي أنه يبقى قد يوازن لكن هو تظلط كثير من دول الاتحاد الأوروبي تدور في الفلك يكون للاتحاد الأوروبي دور سياسي واضح لكن اقتصاديا الأزمات التي تمث دول الاتحاد هي المحرك الأساسي طب الغاز ما هو الغاز والفترول يا أستاذ الملف النووي الإيراني الملف النووي الإيراني الملف النووي خرجت من وظلة الدول الأوروبية موجودة في الملف يعني ما انسحبتش بس هل استطاعت إلى هذه اللحظة أنها تقول كلام أو تتخذ قرار حاسم في هذا الملف لا لا يزال برضك الأمريكي له تأثير لأن الأمريكي يستطيع أن يضغط وده اللي بيعمله يعني السياسة الأمريكية بتعمل إيه تستطيع هي ما بتتعاملش مع الاتحاد الأوروبي على إنه حاجة واحد كتلة واحد بتتعامل مع الاتحاد الأوروبي على إنه لديه دول تستطيع أن تضغط عليها والدليل على كده أن تأثيرها مثلا على بريطانيا إنها تخلي بريطانيا تخرج أو تطالب بالخروج من الاتحاد فدي أمور بتأكد لك على إنه سطوة الأمريكي لازلت قوية قد تكون المصالح بتتعارض في بعض المصالح الاقتصادية بتتعارض مثلا مع فرنسا لأن مصلحة فرنسا المباشرة قد تكون ليست مع السياسة الأمريكية لكن على الرغم من كده فيه مصالح أخرى بيتم الشيء فيما تعلق بألمانيا وبالتالي المواقف مش وحدة يعني الاتحاد الأوروبي مش موقف موحد في مواجهة يعني ما نقدرش يعني مثلا أنا بتكلم على روسيا بتكلم على الاتحاد الروسي موقف واحد لكن الاتحاد الأوروبي حاجة تانية مواقف مختلفة ومتضربة المصالح نعود مرة أخرى لاجتماعات الغردقة لأنها ده تطابع أمني وعسكري هناك اجتماعات خمسة زائد خمسة اللي هي أقرة من جانب مصار برلين هي أيضا تتعلق بالمصار الأمني والعسكري طيب هل هناك تنصيق بين الدول الأطراف يعني هل هناك نقاط تلاقي بين المسارين يعني ظاهريا على 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 الطولة كده ظاهريا آه فيه تلاقي طبعا فيه تلاقي بمعنى أنه إحنا عندنا الملف يعني مثلا فكرة الجميع يتطفق على ضرورة نزع السلاح ووقف أعمال العسكرية وكل متطفق المصارين بيتطفقوا على بس الفكرة الأهم هل المسألة بيتم اتخاذ القرار على طاولة المفاوضات ما بين المتفاوضين وهؤلاء المتفاوضين لديهم القدرة على إعطاء أوامر على الأرض فتنتهي لا والدليل على كده أن الميليشيات وقادة الميليشيات المسلحة بيخرجوا بيضربوا بكل الكلامة اللي بيحصل ده على طاولة المفاوضات عرض الحائط يبقى هنا هو الجلوس على طاولة المفاوضات والتنصيق الأمني والعسكري النهاردة في الغرداء واللي حيتم بعد كده في جينيف الهدف الأساسي منه ايه؟ الهدف الأساسي يعني وفقا لي القدرة على التحليل والقدرة على الفهم المشهد بشكل جيد أنه لابد أنه يطور آلية لمواجهة هذه الجماعات المسلحة لأنه لابد أنه يبقى فيها عمل عسكري بس تحت ما ظل واحد ما ظلت الجيش الوطني يعني يبقى الجيش الوطني مع الذين ينصقون إذا كانوا جدين يعني عشان ما نبقى في السيطرة على هذه الميليشيات رضوان الفيتوري بشوية إن لو الناس نواياها بالفعل حقيقية وصادقة يبقى الهدف الرئيسي إن دول يتجمعوا على إيه؟ على مواجهة هذه الميليشيات المسلحة بس هنا في نقطة مهمة أنه توحيد السلاح والقرار العسكري في يد الجيش هذا يتطلب أنه هذا الجيش يكون مسلح ونعلم قرار حضر تصدير وتوصيل السلاح إلى الجيش الليبي هل هذا القرار تحديداً سيكون محل بحث في الفترة القادمة لابد أنه يبقى كده ولابد بس هل هو مطروح؟ لابد أنه يبقى مطروح يعني لأنه لو مش مطروح كأنك بتعطل المسألة أنت بتكسب وقت أنا بشوف بقى لما تقولي لي لو المسألة مش هتدي صلاحية للجيش ده بالتسليح بشكل كامل وأنه يبقى تحت مظلة واحدة بس لمواجهة هذه الميليشيات المسلحة يبقى أنت هنا هوا عايز تعطل الحل أنه ما يبقىش فيه حل لأنه هذه الميليشيات لن تخرج طوعية إحنا عندنا إحنا ليه يعني بنلف ونظور إحنا عندنا نماذج واقعية عندنا الأزمة السورية في الأزمة السورية فيه جيش وطني واحد اسمه الجيش العربي السوري هذا الجيش العربي السوري قرر أن يخد معارك تحرير ضد الميليشيات الإرهابية والميليشيات المسلحة اللي كانت موجودة على كامل الجغرافيا السورية واستطاع بالفعل تكفيف كل منابع الإرهاب اللي موجودة ولم تبقى إلا معركة إدلب وهذه معركة سيخدها الجيش العربي السوري إن أجلاً أو عاجلاً يبقى هنا هوا لما تيجي تقول أنا عايز أواجه الميليشيات المسلحة لابد أن يبقى فيه إرادة لمواجهة هذا هو الجيش المصري الذي حارب من 2013 حرب مفتوحة الجيش المصري العظيم ده خاط حرب مفتوحة مع الميليشيات الإرهابية والمسلحة على كامل الجغرافيا في سيناه عبر السبع سنين الماضية لو ما فيش قيادة واحدة وموحدة ويعني سلطة واحدة وقيادة واحدة متفق عليها ما كان بإمكاننا إن إحنا نواجه هذه الجماعات التكفيرية التي جاءت من كل أسقاع الأرض زي اللي موجود بالضبط على الأرض اللي بيه الآن وبالتالي أنا بشوف إنه كل الكلام السياسي واللي بيتم على طولات المفاوضات دلوقتي تختلف عما يجري على الأرض لازم يكون بيصب في حالة واحدة بس في اتجاه واحدة بس اتجاه توحيب موقف حتى بما فيها فكرة المصالحة الوطنية لأنه أنت هتعمل مصالحة وطنية وكل الأطراف هتبقى رضية وكل وحنروح لانتخابات وحننجز انتخابات بس هتظل هذه الجماعات الإرهابية موجودة على الأرض يبقى لابد من مواجهتها طيب اللي بيين اللي في هذه الميليشيات يعني طرحة فكرة ضموهم للجيش وكانت هناك شروط يعني من لطخط يده غير من يعني لم يشارك فيه عمليات إرهابية هل هذا ممكن فكرة أنك أنت تجيب ما هو فكرة فيه فكرة يعني ده في إطار وده تم يتم يعني ده تتم مصالحة وطنية وده على فكرة حصل حتى في سوريا يعني يعني حصل في سوريا وحصل في جنوب أفريقيا زمان وحصل في أماكن كتيرة من الأماكن اللي كان فيها نزاعات ووصلوا لي يعني حروب وأهلية ويعني اندمج بعض الأشخاص من المواطنين في الميليشيات المسلحة وحاجات كده وقفوا ضد جيوشهم الوطنية لكن خلينا في النهاية نقول تتم مصالحة وطنية ويتركوا السلاح وانصالحهم ونعفوا عنهم لكن فكرة أنهم ينضموا للجيش الوطني لا طبعا يعني لا يمكن أن أقبل إرهابيين أو من تلوست أيديهم بالدماء بأنهم ينضموا للجيش لا لكن أنا أقدر أقول أنا أشكل من اللي عايزين يخرجوا دول أشكل قوة شعبية تساعد الجيش في هذه المواجهات لأن الحرب هنا لأن الحرب هنا هتبقى حرب شوارع وعصابات صحيح ما هو مطروح في اجتماعات الغردقة فكرة تشكيل قوات شراطية تمام يعني لأنه جهاز الشرطة غائب دلوقتي الآن فيه لكن الأمن الداخلي في حاجة إليه أيوة بس هو هيعمل إيه يعني مهمته هيعمل إيه إحنا هنا فيما يخص دول أصلي دول بيتم بيعهم وشرائهم يعني من يعني أنا دلوقتي فسأل تيجي تقوليلي أعضاء الجماعة الإخوان الإرهابية دول يمكن بأي حال من الأحوال أن نصق فيهم وندخلهم في الجيش المصري لا طبعا لا يمكن بأي حال من الأحوال هل ممكن الدولة تستعين بيهم الدولة المصرية تستعين بيهم شكل من الأشكال من يعلن براءاته يبقى رديف لكن لكن يبقى جزء من الجيش لا 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 طيب لأي حداكت تحددت عن الإخوان المسلمين وهم موجودين بقوة ونشطوا في الفترة الأخيرة في ليبيا ماذا تتوقع أن يكون دورون في الفترة القادمة وهل سيكون مرضي لهم أن تتفق لأطراف المتصارعة طبعا هم بيشغالين على التناقضات ولا يمكن أن يقبلوا بحل سياسي ما هو مين وإحنا بنتكلم على الميليشيات يعني من رأس الميليشيات المسلحة ومن على رأس الميليشيات المسلحة الميليشيات المسلحة على رأسها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات الإرهابية الأخرى اللي لها مسميات عدة لكن تظل هي ما هي الجماعة الإخوان دي منذ تشكلها في مطلع القرن العشرين وبواسطة المخابرات البريطانية وحسن البنة أصلا يعني نعلم علاقته به المخابرات البريطانية يعني الاحتلال البريطاني في مصر في زرق منذ هذا التاريخ وهي كل الجماعات الإرهابية التي خرجت على المستوى الدولي خرجت من تحت عباءتها وبالتالي حين تسمعي عن تنظيم القاعدة ودعي ما تشوف الأعضاء أصلا وبحاسة عن أصولهم الاجتماعية وأصولهم التنظيمية فهتلاقي أن أصولهم الاجتماعية وأصولهم التنظيمية من الأساس كانوا أعضاء في جماعة الإخوان وبالتالي أنت هنا هو وانت بتتكلمي على جماعة الإخوان ما بقدرش أفصلها بأي شكل من الأشكال يعني مش جاعة مسلحة وهم حتى لو كانوا ليبيين يعني عشان بس نبقى قادرين برضك نفرق حتى لو كانوا ليبيين مش باتكلم بس على المرتزقة الذين أتوا من من خارج من خارج ليبيا طب ما احنا عارفين أنه الجماعات أو التنظيمات الإرهابية هي تنظيمة فكرة هي عابرة تنظيم الفكرة عابر للحدود يعني ما لهوش وطن صحيح وبالتالي الإرهاب لا دين له ولا وطن له وبالتالي أنا لا أستطيع أن أتحدث عنهم على أنهم يعني تنظيم متماسك يمكن أن أتفاوض معاه حتى أو أعقد صفقات معاه أو أشوف له هو هدفه في الأساس الاستلاء على السلطة هو هدفه في الأساس تنفيذ أجندة خارجية وبالتالي لا يمكن أن أعتمد عليه في أي حل عشان كده حتى وانا بتكلم على فكرة المصارحة الوطنية مش بنتكلم على مصارحة وطنية مع داخل بالداخل الليل مع دول يعني مع الإرهابيين دول ما فيش حاجة اسمها مصارحة دول لابد من محاكمات اليوم أشكر هايك شكرا جزيلا دكتور محمد سيد أحمد الكاتب والمحلل السياسي على وجودك معنا في هذه الحلقة من المشهد ومشكركم مشاهدين على متابعتنا إلى اللقاء في حلقة أخرى بالغد إلى اللقاء اشتركوا في القناة